نهاني الأول نجيب على ليفربول بيحب ليفربول قوي لا وداخل بقولك ليفربول أبدع اه 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 ده كان شوت أول وحش اوي شوت أول وحش على قد فهمي لا يا باشا العافظ ليفربول بس عمتا يعني الأهم إنه كسب وأنا بالنسبة لي مطش ليفربول النهاردة و أرسنان شفت صلاح في الملعب نزل للشوت التاني خدت نفسي نروعت في حالة شك كده وصلاح ما اشتركش النهاردة يعني نحمد ربيه إنه ظروف خدمتنا وإن كلوب عرف المشكلة فين المشكلة اللي حصلت بسبب وجود جوتا ودياز مع مانيه والتبديلة الغريبة اللي هو عملها في الخط فكرة أصلا بدأ بمانيه على يمين ديت أنا في رأيي كان فيها مشكلة هو أفضل واحد في الثلاثة بيدافع مين مانيه مانيه فهو محتاج يحمي لأن أرنولد هو أقل دفاعي من روبرتسون فهو محتاج يحميه بشكل ما لأن الدنيا اختلفت في عدم وجود صلاح الدنيا اختلفت خالص وكان الأم من مرتينيلي احنا شفنا مرتينيلي عمل موط الشكل وعمل إزاي على أرنولد الحقيقة رائع وهنديرسون كان مشغول بالعمق علشان أوديجرد وتوماس بارتي لأن واحدة من أهم نقاط تفوق أرسنال أرسنال عمل فورما هاي لبمناسبة في الدوري مشكلة ليفربول أسايا النهاردة كانت أن ليفربول مش قادر جيب الكرة بسرعة مش قادر جيب الكرة بالمعدلات الزمانية اللي بيجيبها عادة الراجل عارف المشكلة دي فين لكنه ما يقدرش يدي فرمينو صلاح وقت طويل فكان صابر عليهم رغولها الجول جي بس هو أصر على قناعته وفعلا غير خلوق فين على الخط غير على الأقل كممكن يقعد واحد فيهم شوية ما يحضش اتنين مرة واحدة إنك تعمل في الدينة 54 تعمل تغييرين وأنت هيبقى فاضل لك تغيير واحد انت عرفش الجيم رايح في النساء لا وتغييرين هجوميين بتوصل لصلاح في اللعبة الثانية بيشوتها بيستخلصها بتروح لروبرتسون يستخلصها برضو على الخط ضغطة عكسي فيه عادة حصلت للجول ده شفتها تاع فيلمينيو تحركاته في الجول ده كانت مرعبة ده شيخ العرب ده لحد ما وصل للجول فيلمينيو طبعا بيقدم مستوىات مش كبيرة الموسم ده بس عمل تحركات تبهر مدهشة مش طبعية يا معلم ده مش ضغطة عالي ده قصف ده مش ضغطة عالي أيضا